طيب انت بعد كده لعبت دوري اول ماتش في الدوري كان الولومبيا كان الولومبيا وكسبت اه بعدها لعبت ستنينج على طول اساسي ولا كون بقى شوية كده وشوية كده لعبت ماتشين اتذكر بعد كده وبعدين قعدت كابتن بقى مصطفى رجع تاني كان عنده قصابة ورجع تاني وبقى اينا وبعدين لعبت كمان فجأت ان انا في اول مباراة اول دور في افريقيا اللي النادي الاهلي كسبها اللي هي الاشغال الصمال بالضبط لعبت في اول يعني سفرت معاكو ايه انت لعبت في اول ماتش كان اول في الاول دور اللي اشغال الصمال اه الصمال اه اه سفرت معاكو هناك كنت احتياطي لكابت مصطفى ايوا ولينا الزكريات على فكرة انا عزب تقولي الزكريات دي انا انا جابك ليه يعني عدنا اسبوع هناك في الصمال كناك وصندوشات موز وصندوشات موز وفانتا اه عشان يعني لا دي احنا عانينا في السعودية لا 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 الناس كلها رجعت خاصة 3 ربع يعني كممكن نلعب بعد كده نرجع نلعب في شطرانجة بقى انت فاكر لما رجعنا من السومال رجعنا على فين؟ على السعودية عمرة ايام الله يرحمه الامير عبدالله الفيص اه طبعا كان معانا الدكتور سيد سالي وكان معانا كمان خلص على الامن بوفيه ده في السومال دي احنا ايه برضو عشان الناس تعمل احنا جايين من حرمان احنا في السومال اه مفوط بقى انت اللي تحك بش انا اللحكة احنا في السومال يا كابتن فوجئنا ان بش اي حاجة احنا عاديين طبعا في قوتيل درجة 67 مفوش مفوش احنا المكانيات الدول دي كده اه معلش بس احنا مناش دعوة يعني طب احنا نعمل ايه؟ لا انت فاكر احنا بمساكرنا السومال دي عادنا كم ساعة؟ اه كتير قوي 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 اه بشارق افريقيا كده عالبحر وكده البحر الاحمر اه فوجئنا ان احنا تيجي تطلب من حد حاجة يقولك مفيش كل حاجة مفيش طب انت فاتح ليه؟ او جاب الناس ليه في قوتيل اه والمفروض ده يعني احسن قوتيل في البلد اعتبر نمبر وان بالزبط طب على قوتلات تاني باقدم الاعلام الظاهر بقى اه فانا خدت مع كابتن زيزو كان قال لي تعالى اكلك اكلة حلوة كابتن زيزو كان معانا السفرية دي ايو ايو فقال لي تعالى ها اكلك اكلة حلوة مزمى شوي بقى اه والله العظيم جاب لي كنا جابين معانا احنا بقى في افريقيا اه التونة بتاعتنا الجبن والنعناع والله ارحمه سابت كم يجيب العيش البلد ده ايو فانا قلت زيزو بيقول لي ايه هاكلك اكلة حلوة قلت له ايه اكلة حلوة في حاجة انا افتقرت ما هيقول لي غزال ولا مش غزال في اعلم الموز اه قلت له جاب لي عيش وحاطت فيه موز ايو وقال لي بقى كل عب اعايز احطان شوات ملح با فبتره دي الماشا وامتواكله ما خيش بيه حاجة ساعتا وكان معانا الكابتن محمود عثمان ايو اه نشف يعاني هناك برضو قال لي مفيش حتى حاجة نبلي بيها ريئنا مفيش بيضة حتى مفيش حاجة خالص لا لا بايجي بالليل هو يتسحب كده وقم داخل معانا كان بيجي بساعات حكم من الاتحاد بيطلعوا معانا ايو فنجيب نفتح له قلب التونة اه ده بقى السعودية كان في الظاهر الامير عبدالله الفصل اه يعني لما سمع عن البعثة احتماله تضاش نطلع على السلالة نجيب نفاف نجيب نضاعين هلا كانت مبعث السعودية عملنا عمرة طبعا وعزمنا عنده في ال في الاصر بتاعه في الاصر بتاعه في ابحر في ابحر مظبورة اه وحاجة كانت جميلة سفارية جميلة جدا جدا يعني فكان قاعد بقى معيك كابتن محمول عثمان جامل وحنا بناكل اه فعند الامير عبدالله الفصل اه 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 هو انا باكل احنا قعدنا كم يوم في السومال في السومال قعدنا او أسبوع اسبوع الاضح التيارة هي الطيارة واحدة بالضبط كده انن بتروع الشلطان جاة بعد أسبوع اه خلاص بقى مكلتش اي حاجة طبعا ورجعنا على السعودية وحنا بناكل فنا باكل كان فيه زي السمان وبتاقوا حاجات زي كانت من موز لسمان فأنا بأكل زورت فبقول له ديني حاجة ساقة من جمك قال ليش حاجة ساقة انفسها لحمة قال لي عوض عوض احنا كنا جئين من الجفاف دكتور سيد سلم الله ارحمه كان عامل فترة اعداد بقى في البوفير رايح جاي وبعدين هو يعني ما شاء الله كان بياكل الله يرحمه كان جميل فقعد اسبوع برضه ومش شايف هناك فانطلع هناك لكن فيه حاجات طيب بعد ما رجعت من الصومال بدأت تنتظم مع الفريق الاول مش كده اه على طول بقى انتظمت يعني لان كان فيه قانون وقتها ان اي انا ما كنتش متسجل درجة اولا كنت لسه متسجل في الاشبال في النشئين فكان فيه قانون اللي يلعب اكتر من سبع مطشاط ما ينفعش يلعب بقى ما فرقته تاني لا ده تاني تاني بس كده اللايحة وقتها كانت اللي يلعب مع الفرقة الكبيرة ازيد من سبع مطشاط شفت كمسة ولا سبع ما ينفعش يلعب مع فرقته تاني فانا كنت عديت بقى المطشاط دي كويس فبقيت موجود موجود في الفريق الاول في الفريق الاول على كل بشيء